بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تكلمت الأسبوع الماضي والذي قبله عن ما تم بيني وبين وزير الكهرباء والماء الأخ بخيط الرشيدي وبالتحديد فيما يخص مشروع محطة الزور الجنوبية وكان الخلاف أن الموضوع الوزارة سوف تطرح بأمر مباشر وأنا كنت طالب أن يطرح بمناقصة عادلة للجميع وأيضاً تكلمت هذا من أول السماع في 19-2 وثاني أيضاً تصريح لي ومؤتمر صحفي كان في 1-4 وبناء علي وبناء على مخاطبات ومراسلات بيني وبين الأخوة في وزارة الكهرباء صدر بيان في تاريخ 13-4 اللي هو يوم الجمعة الماضي عفواً السبت الماضي بإنهاء موضوع محطة الزور وتطوير وحداتها وإنهاء الأمر المباشر وطرح في مناقصة عادلة للجميع وبذلك أحب أشكر الأخوة في وزارة الكهرباء على رأس الوزير بخيط الرشيدي وأيضاً أعضاء وأركان الوزارة على يعني عودتهم إلى جادة الطريق الصحيح وباعتقادي الآن وبعد انتهاء الخطأ الرئيسي الموجود بطريقة طرح هذا المشروع والعودة إلى أن يطرح مناقصة كما طلبت الوزارة وكما قالت الوزارة في خططها السنوية في 2018 وفي 2017 فبعد العودة هذه وبعد تقدمهم لي بخطوة بالتأكيد أنا راح تقدم لهم بخطوات ويعني أنا في المرة الماضية في مؤتمر الصحفي الماضي وفي تصريحات الماضية تكلمت عن يعني خلاص ما بقى أمامي إلى الخطوة الأخيرة اللي هو الاستجواب الآن مع تعاون الأخ بخيط الرشيدي والأخوة في الوزارة أعلن أن يعني سوف نؤجل هذا الموضوع بما أنهم تجاوبوا معي ولكن هناك خطوات أيضاً مهمة ألا وهي الإجابة على الأسئلة اليوم الإجابة على هذه الأسئلة ما هو الغرض منها إجابة على الأسئلة فقط لأنه واضح أن هناك خطأ وهناك غياب للرؤية في وزارة الكهرباء والماء ما هي واضحة عندما يتم الإعلان عن مشاريع في الخطة السنوية المنشورة في كويت اليوم أنها سوف تطرح بشكل معين بمناقصة أو بمزايدة ويتم التوجه إلى أمر مباشر باعتقادي يوجد حلل فالآن الإجابة على هذه الأسئلة هو المطلوب وأيضاً أنا أوصل هذه الرسالة الأخ معي الوزير الإجابة على هذه الأسئلة ليست شخصية فقط لي الإجابة على هذه الأسئلة ضرورية لرسم الطريق في المستقبل حتى لا تقع الأخطاء مرة أخرى وندش بنفس الدوامة مرة أخرى هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية اللي أهوى يعني يجب علينا التعاون في هذا الموضوع باين كأن هناك لبس يجب أن نتعاون حتى لا تقع الوزارة في هذا اللبس في الأيام القادمة سأكون متابع لإجراءات الوزارة في طرح المناقصة يجب أن تكون هذه المناقصة عادلة للجميع الجميع من الشركات مصنعة يجب أن يدخل ويكون حاصل على نفس الفرص ومتكافئة الفرص باعتقادي هذا المطلب مو يوسف الفضالة اللي يبيه هذا المطلب هي الحكومة اللي تسعالها هي من تدعي أن نريد لكويت مركز مالي وتجاري نريد الشفافية باعتقادي أي مستثمر يبي يدخل البلد يجب أن يحصل على الشفافية أي مستثمر يجب أن يحصل على فرصة عادلة فهذا غاية الجميع وغاية الحكومة التي تدعي هذا الكلام ولكن مع الأسف لا تطبقها فنقطتين رئيستين أحب أن أنبه عليهم وزير الكهرباء أن أنا متابع لإجابات الأسئلة لنتعاون في قادم الأيام وأيضا مراقب لطريقة الطرح ويجب أن تكون مناقصة عادلة للجميع وإذا في أي سؤال فضل شكراً لك